الرئيش نال سندروم يعني ما عنديش التركيبة بتاعتها شايفين فاضي ازاي طيب لما يكون الفصيلة كده بالمنظر ده حنلاقي الاربيسيز من برين هنا في مشكلة في دفكت في تصنيع الاربيسيز فحنلاقي الاربيسيز زي ما شايفين كده معايا في الصورة شايفين سنترابالور عامل ازاي ده بنقول عليها استوماتوسايتس وبالتالي كل الخلايا دي استوماتوسايتس يعني السنترابالور بتاعها عامل زي ما يكون فتحة فم استوماتوسايتوس خلايا بفتحة فم طيب نتيجة كده الممبرين بتاع الاربيسيز ضعيف وبالتالي ما بيستحملش اي كمية مية تدخل جواه فبالتالي بيبقى الاربيسيز فرجيل ونقدر نختبر الفرجيلتي اللي هو الهشاشة بتاع الاربيسيز انه هو كمية الماء اللي اللي تخش تفرقها بنعمل اختبار اسمه اسمه اسمواتيك فرجيلتي تست هنلاقي فيه انكريز في اسمواتيك فرجيلتي تست نتيجة كده بيحصل الهيمولاتيك انيميا الاربيسيز تكسر ولكن البوم مغروب بيحاول يعوض بيطلع على ريتكلوسايتس كتير فيحصل الريتكلوسايتوس الريتكلوسايتس الكتير دي اللي بتطلع بتحاول ترفع الريبلتس الكاونت والهيموكلوبين فنتيجة كده بنقول عليها كومبينسايتد هيمولاتيك انيميا